ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة بقى مع اجواء الشتاء جبتلكم التاج الرومانسي دوت اللي كله رومانسية حلوة اوي استخداماته كتير تقدروا ان انتوا تحطوا فيه شمع او فوحة وكمان ممكن احنا نستخدمه طفاية استخداماته كتير في اجواء الشتاء مع فنجان القهوة كده يا سلام مع فيروس لأ حلو جدا وسعره بيتراوح فرنز الخمستاشر جنيه مثلا كده وبس لأجبتلكم النهاردة بقى اللي بيخزن كميات كبيرة دوت عبارة عن منظم كبير مصنوع من مادة سيلكم محكم الغلق وتقدرينيتي تفتحي وتقفلي من الفتحة اللي فوق وكمان في الفتحة الامان ديت للي بيخزن كميات كبيرة من البوكوليات زي الرز مثلا او المقارونا لما خلاص بصوا قللوا الكمية بتاعته ومزود بعجل زي ما انتوا شايفين كده عشان يكون سهل الحرقة حلوة قوي زي ما انتوا شايفين مش رز بس اللي انت ممكن ان انت تخزنيه فيه كمان ممكن اللي هو درايب بتاع الحيوانات ان انت ممكن الاكل الحيوانات القطط او الكلاب عندك بتجيبيه بكميات كبيرة ومش عارفة تخزنيه ازاي هيبقى حلو برضو معاكي في التخزين الحلو اللي فيه ان هو مصنوع من مادة السيليكون واللي احلى من ده ومن ده انه هو سهل الفتح والغلق بتاعه وزي ما انتوا شايفه كده ان هو بتكبريه وبتصغريه حسب الكمية اللي بيكون موجودة فيه خلاص احنا تقريبا دخلنا كده في فصل الشتاء وخلاص عايزين نشيله التكييف بتاعنا ونحفظه للصيف اللي جاي ان شاء الله جبت لكم الكوفر برضو دوت الكوفر ده هيحمي التكييف معانا من السنة للسنة مصنوع من مادة الووتر بروف حلو سهل التخزين وكمان سهل التنظيف والملمس بتاعه حلو الشيك وشكله لذيذ اكتر مكان عندنا بيتوستغ في المطبخ بسبب الدهون وبسبب الاتربة هو فوق التلاجة فوق ده بقى المفرش السحري برضو مصنوع من مادة الووتر بروف شكله لذيذ ومزود كمان بجيوب حفظة الملابس اللي منستنى للسنة نقدر ان احنا نشيل فيها الهدوم في فصل الشتاء للصيف اللي جاي وكمان من غير ما انت تخزينيها بقى تحت السرير ولا فوق الدولاب لا هنا الكفر دوت بتقدري نشيل فيه الملابس بتاعتك وتحفظيها في الدولاب في نفس المكان من السنة للسنة حفاظا من الاتربة والاوساخ حلوة جدا جدا تقدري كمان انت تحطي فيه بقى المعطرات او النفتلين بتاعتك وتشمي احلى الروايح اول ما تفتحي الدولاب هنا معينا كمان الرشاقة دي حلوة جدا هتحفظ لي اماكن كتيرة وتوسع لي في المطبخ زي ما انتو شايفين كده حط الطقم التوزيع والبلانشات بتاعتها وما اخدتش منها مكان خالص حلو للي عنده المطبخ صغير او دي تقدري تستغليه في حاجات كتيرة عندك في المطبخ وتاخد الرفايع كلها تحطي كله في مكان واحد تلاجة العربية دي هتنفع معنا واحنا مسافرين كمان بتستخدم بارد وساخن للمشروبات والمأكلات واحلى حاجة فيها ان انت بتستخدميها بولاعة العربية او بتشتغل بالكهرباء يعني بولاعة العربية حلوة جدا جدا زي ما انتو شايفين كده هتنفعنا في الطريق واحنا مسافرين لو احنا مسافرين في الصيف هناخدوا معنا حاجات ساعة لو في الشتاء هتستخدم زي ما انتو شايفين كده على الحاجات الشتاء من النهاردة هتعملي مساج وكمان هتعملي باديكير في نفس الوقت وداعا ان رجلك تكون وجعيكي الارهاق والتعب ده خلاص بقى مش موجود عايز اقول الجهاز الباديكير ده تحفة 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 ومصنوع من مادة السيليكون تعالوا نتفرج على الشياكة والاناقة ده منظم للشوك والمعالي واستكاكين عايز اقول لكم مصنوع من مادة الاكريلك تحفة وشكله جميل جدا الوانه كتيرة زي ما انتو هتشوفوا دلوقت في الفيديو تقدر يتحفظ فيها الشوك والمعالي واستكاكين وبياخد كميات كبيرة جدا والوانه تحفة جدا جدا والاحلى من ده ومن ده انه يشوش هتخرامي في الحيطة بصوا على الوانه تحفة بتناسب كل المطابق لحد هنا وصلنا لاخر الريفيو بتاعنا الفيديو طلع من اسكندرية ترى وصل فين ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب مما شاوش هاي ماء الحداد والكومنت اللي بحب ورد علي لحد هنا وصلنا لاخر الريفيو باي باي ومع السلامة بحبكم حبة كتير ترجمة نانسي قنقر